ميوي من أشهر وأقدم من روماتو اللي بتعمل بها أجهزة شاومي معكم بيدياوي و دي آر اس بيديا و دي 8 مميزات وإضافات موجودة في روم ميوي الميزة الأولى 100 مود هي وضع لتصغير الشاشة بما يتناسب مع حجم ديك و دي كويسة أولي للشاشات اللي مسحتها كبيرة وحابب تستخدمها بقيد واحدة بتسحب من زر الهوم لليمين أو اليسار عشان تحدد اتجاه تصغير الشاشة اللازيز هنا ممكن حتى تتحكم في مقاس الشاشة المصغرة اللي نسبك يعني مش مرتبط بحجم معين ما بين 4.5 و 4 و 3.5 بوصة الميزة الثانية الجهزة شاومي مشهورة بأن أزرار التحكم تكون موجودة خارج الشاشة ومضيئة لكن ميوي أضافت ميزة أن أنت لو حابب أن أزرار التحكم بنظام تكون مطفية فسهلة جدا تعمل كده بالعكس أنت ممكن حتى تحدد الوقت للأزرار تفضل مناورة فيه ومش كده بس أنت ممكن حتى تتحكم في الضغطة المطولة على الزر تقصص لها أمر الميزة الثالثة Quick Pole ومن خلالها تقدر تضيف زر عائم يضيف لك اختصارات والتعامل معها حل وقوي لأنه قائم على الصحب ممكن تقفل الهاتف أو أنك تاخد سكرينشوت بجانب إضافة وظائف أزرار التحكم بالنظام لكن أعتقد أن غالبا مش هتستخدمه لأن أزرار التحكم لمسية وممكن تضيف أيكون التطبيق تقفل لك الشاشة من الوديجيتس بدلا من الضغط على زر الباور أو استخدام الكويك بول الميزة الرابعة الباتري بروفايل وده من خلالها تقدر تعمل خلطة كاملة خاصة بك لأداء الهاتف تقدر تحكم في وقت مسح الكاش والرمات درجة الوضوح وأنها تكون أوتوماتيك أو يدوي الوقت اللي الشاشة تطفي بعده لما تفعل البروفايل ده هل يفعل وضع الطيران معاه؟ طب الواي فاي يكون شغال ولا لأ؟ طب الديتا؟ طب الفيبريشون يكون شغال إمتى؟ طب أول ما تفعل البروفايل ده يفعل بلوتوث ولا لأ؟ طب الجي بي اس أصوات الإشعارات فتقدر تعمل خلاطات مختلفة مثلا بروفايل يكون لتوفير البطارية يمسح الكاش والميموري يقلل الإضاءة يطفي الشبكات وخلافه أو بروفايل متوسط الأداء يمسح الكاش بس بعد فترة محددة الإضاءة تكون متوسطة الواي فاي بس اللي يكون شغالة أو بروفايل للأداء العالي فتقعد بقى تعمل الخلاطات اللي انت عاوزها فدي ميزة حلوة قوي للتعامل مع أداء الهاتف الميزة الخامسة Child Mode وده وضي يمكنك انك تختار تطبيقات محددة تظهر على شاشة الهاتف وما يقدرش مستغرم التليفون انه يخرج عن الشاشة المحددة دي أو عن التطبيقات اللي انت حددتها ليه إلا إذا فعل البصمة أو حط الباسورد الخاص بالتليفون الميزة السادسة بما ان روم ميوي روم معدل وعالي التخصيص ففيه مستخدمين ممكن ما يحبوش شكل الماتي تسكن ده لانه بيظهر محتوى التطبيقات فميوي أضافت ميزة وهي انك تقدر تتحكم في شكل الماتي تسكن يا إما يكون بطاقات يا إما يكون أيكونات وانت تختار الشكل اللي نسبك وتسحب للأهل عشان تقفل تطبيق محدد أو للأسفل ويظهر على علامة القفل عشان تخلي الميموري يفضل محتبس بالتطبيق ده حتى لو انت مساحة الرام بشكل كامل بالطريقة دي هترجع لي هتلاقي موجود الميزة السابعة روميوين من أقدم الرومات اللي بتحتوى على ميزة الثيمات بيحتوى على أطنان من الثيمات واللي بتغير كل تفاصيل الهاتف بشكل كامل وده عادي دلوقت في أغلب الرومات لكن اللذيز هنا القدرة العالية على التخصيص اللي من خلالها تقدر تتحكم انك تاخد حاجة واحدة بس انت عاوزها من ديزاين كل الثيم من أول اللوك سكرين لأيكونات الثيمات وتدخل تختار أنه ثيم انت عاوز أيكوناته نختار الأيكونات دي مثلا تكون هي الخاصة بالثيم اللي احنا هنعمله وتقدر تختار طبعا أصوات الإشعارات ونغمة الهاتف تكون ايه وكمان تختار شكل شريط الإشعارات والسطارة ففي مثلا انت شايف ان شكل شريط الإشعارات بتاوي حلو نختار ده مثلا يكون هو شكل شريط الإشعارات والسطارة شكل اللانشر نفسه الخارجي يعني ممكن تنزل سيم الايفون وعاوز بس منه المستطيل الشفاف اللي بكل التطبيقات السابقة تحت شكل التطبيق الرسال نفسه عاوز يكون عامل ازاي وتختار واحد مثلا من سيم معين نختار ده مثلا تطبيق الاتصال فقط هو اللي عاجبني وعاوزه من س كامل انا منزله فاختار مثلا ده للبوت والاديو انيميشن بتحدي الصوت وشكل فتحة الجهاز وبتختارها من ثيم عاجبك البوت انيميشن بتاعه فممكن تنسل سيمات كاملة وداخد منها حاجات صغيرة عجباك وتعمل في الاخر خلطة لسيم خاص بك انت بتعتمد فيها على كل الخيارات اللي انت اخترتها وعملت لها تخصيص الميزة التمنى الدعم شاومي هواتف مارينا فبالرغم من ان ده ميو سيفن لانه ممكن بسهولة تنسل نسخة الديفولبر والروت فيها اوبشن خيار بالضبط كأنك بتشغل واي فاي وتقفله وهتكون ميوي ايت يعني هتاخد مميزات السوفت الجديد وتكون صالحة للاستخدام اليومي ومش كده وبس ده احدثتها بتكون اسبوعية او هتفكر انها لتصديح الاخطاء لا ده اسبوعية بيضيف لك ميزة غالبا في السوفت او يعدلك على ميزة كارت موجودة ويحسن لك من استخدامها وتوصل مثلا على الاقل بعد شهر او اكتر في النسخة الجلوبال او العادية ومش كده وبس مش لازم انك تكون التليفون ده النسخة الصينية عشان تنزل روم الديفولبر يعني حتى لو نسخة عالمية من التليفون هتنزل برضو الروم الديفولبر انا نفسي دايما باستخدم النسخة الديفولبر فبشكل عام روب ميوي اللي بتعمل بها جهزة شاومي واعتبر من افضل اللي لم يكن الافضل في الرومات الصينية في النهاية اذا عجبك الفيديو شايف انك استفدت من روب معلومه لا تنسيش اللايك على اليوتيوب تعمل شير لي مع اصدقائك تعمل سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب عشان يوصل لك اشعارات باحدث الفيديوهات اللي تنزل على القناة تابع صفحتنا على الفيسبوك لو رد على تساؤلتك وسيب صارتك في اي وقت تشوفكم على خير في المراكعة القادمة سلام عليكم